اشتركوا في القناة فكفى لهم عمهم عمهم كان غنياً أيضاً وله ولدان وبنت واحدة تولى العم إدارة أموالهم وقد كان يقتر عليهم ويمنع عنهم أبسط أنواع الرفاهية والمتعة في حين كان يغضق على أبنائه بالملابس الجميلة والساعات والهواتف ودرسهم في أحسن المدارس كبرت الأخت الأولى فزوجها غصباً عنها لابنه الأكبر وبعد أن اججازت صديقة امتحانات ثانوية بنجاح أخبرها بأنها ستتزوج ابنه الثاني لكنها رفضت حاولت إقناعه لكنه يريد إجبارها كما فعل مع أختها جاءت يوماً إلى بيتي وطلبت مني أن أكلم والدي ليتدخل لذا عمها لعله يتراجع عن قراره الظالم أخبرني أبي أن الأمر عائلي ولا يحق له التدخل لكنها ألحت عليه في الطلب اتصل عليه والدي بالهاتف وكلمه في الموضوع لكنه ثار عليه وأغلظ له القول واتهمه أنه يريد أن يتزوجها أو يزوجها أحد أبنائه ويأخذ مالها نفاء بالأمر وأخبره أنه رأف لحالها وذكره بأنها يتيمة وعليه أن يراعي حق اليتيم وجزاء الإحسان إليها لكنه غضب وقطع عليه الاتصال مرت أيام مارضت صديقتي أصبحت تحس بآلام في أسنانها في الفك السفلي طلبت منه أن يعطيها بعض المال لمراجعة الطبيب لكنه امتنع كعادته وأخذ يساومها إذا أرادت العلاج فعليها أن تقبل ابنه زوجا لها استمرت البنت في الرفض وهي تقاسي وتعاني من الآلام التي كانت تزيد يوما بعد يوم حتى جاء ذلك اليوم الذي حضرت إلي في البيت وطلبت من والدي أن يعطيها بعض المال لتزور أحد الأطباء منحنا أبي المال ورافقتها إلى الطبيب أجرى الطبيب فحصا أوليا فأبدى انزعاجا وطلب بعض التحاليل والأشعة طلبت من عمها مرة أخرى فامتنع كعادته وجاءت إلى والدي وهي خجرة ككل مرة فأعطاها المال كانت الصدمة أن التحاليل كشفت عن وجود مرض خبيث أصابها أخبرها الطبيب أن المرض ينتشر بسرعة ولو أنها بادرت بالعلاج في البداية لكانت النتيجة أفضل لازمت صديقة المستشفى تتلقى الكيماوي وتم تكثيف العلاجات لكن حالتها تدهورت كثيرا ولم يمر شهر حتى توفيت المسكينة لم يلن قلب عمها القاسي حيث لم يزرها ولا مر واحدة في المستشفى لأنه غضب من رفضها الزواج من ابنه أراد عمها الغافل أن يستولي على أموالها ونسي كيف يقابل ربه يوم القيامة يوم يسأل عن مال اليتامة بأي حجة سيجيب يوم تبعث هذه الفتاة فتحاججه على مالها الذي أخذه بأي وجه سيقابل ربه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة